بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن كيف نستقبل رمضان أو ما هي الخطوات لاستعداد رمضان إن استقبالنا لرمضان يجب أن يكون أولا بالحمد والشكر لله عز وجل والفرح بهذا الموسم العظيم نعم عظمى من نعم رب العالمين لم يختص بها فردا أو قبيلة بل هي تتنزل سنويا على سائر الأمة المسلمة والسعيد حقا من أحسن استقبالها تلك هي نعمة رمضان لماذا نحن في الدنيا طموحين وفي الآخرة زاهدين لماذا في الدنيا نريد أن نزيد وفي الآخرة لا نريد أن نزيد إذن فهل نريد أن نتغير؟ هل نريد أن نغير من حياتنا؟ إذن هل نريد أن تصبح الجنة أغلى حلم في حياتنا؟ اقترب أعظم فرصة للتغيير في حياتنا كلها اقترب رمضان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة فإذا كانت كل هذه الحصرة يوم القيامة على ساعة واحدة أضاعها في غير طاعة الله فكيف بحصرة من أضاع أعظم موسم للعبادة والوصول إلى الله وكسب الحسنات في حياته فكيف بحصرة من أضاع رمضان؟ إنه رمضان وما أدراك ما رمضان رمضان يساوي أكثر من فرصة للعزق من النار وأكثر من دعوة مستجابة وأكثر 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 أبواب جنات الفردوس وعدن والريان وكل أبواب الجنة مفتوحة لك أيها العبد المسلم في شوق لعملك الصالح شهرا كاملا مضاعف عظيمة لحسنات الفرائد والنوافل وقراءة القرآن والذكر وإلى غير ذلك فرصة لتكفير كل المعاصي والذنوب والكبائر والسيئات وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر ينادي في المسلمين جميعا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ونحن ننادي أيضا مع اقتراب رمضان قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ولكن أحبة في الله رمضان ليس بعصا سحرية حينما يأتي ستجد العيون التي لم ينزل منها دمع واحدة طوال العام تنهمر بالدمور وستجد القلب القاسي ينفطر وهو يسمع آيات القرآن وستجد الفطور الذي يظل معك طوال العام يتحول إلى اشتعال إيماني ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة إذن باش ما نخسرش رمضان ونتصدم في أول ليلة أن الكل يبكي وأنا كنحاول وانت كتحاولي باش ندوب جدار الغفلة المحيط بالقلد يلي بلا أستطيع وحين ترق القلوب ويزداد الإيمان وتنهمر الدموع يكون هلال شوال على الأبواب ويضيع رمضان بلا تغيير حقيقي مثل كل عام إذن فلنزرع في شعبان لنحصل إن شاء الله في رمضان وشعبان هو بوابة رمضان وشعبان وهو الراتب أو رواتب لرمضان إذن لذا هذا برنامج للاستعداد لرمضان إذن نتدرب فيه قدر ما نستطيع والفتح من الله عز وجل حتى إذا جاء رمضان حصدنا الثواب حصدا ورفعنا في الدرجات رفعا بإذن الله وانهمرت الدموع من البداية ورقت القلوب من أول ليلة وخرجنا منه لأول مرة إنسان جديد إنسان جديدة أولا الاستعداد النفسي نيات ينبغي استصحابها قبل دخول رمضان ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة نية ختم القرآن لعدة مرات كذلك نية أن يكون هذا الشعر بداية انطلاق للخير والعمل الصالح وإلى الأبد بإذن الله نية كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات نية تصحيح السلوك والخلق والمعاملة الحسنة لجميع الناس نية وضع برنامج مليء بالعبادة والطاعة والجدية نعم والجدية بالالتزام به إذن فلنستثمر فضائل رمضان مغفرة الدنوب عطق من النار فيه ليلة مباركة استغفار الملائكة صدقة رمضان إفطار صائم تعلم فقه الصيام تهيئت من في البيت لهذا الشهر الكريم كذلك الصيام يعني نعود لجسدي من الآن يعني على الصيام وأن نتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا مثل له في علاج الشهوات لا مثل له في الوصول إلى الله لا مثل له على الميزان لا مثل له في الوقاية من النار على الصرار وإلى غير ذلك نعم كذلك القيام إذن فالقيام يحتاجوا كذلك إلى استعداد خاص قبل رمضان حتى نخرج من رمضان إن شاء الله من القوامين بإذن الله إذن فنبدأون تعودوا على القيام ولو بثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة ولو يعني يومين أو ثلث أيام في الأسبوع فلنعود يعني نتعود على القيام من الآن إن شاء الله وأن نتذكر مضى عهد النوم أبواب الجنة كلها نعم أيها الأحبة في الله أبواب الجنة كلها ستفتح لكم بعد أيام إن شاء الله فلنقم كما قام أنس يوم غزوة أحد قائلا واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد ونحن نقول كذلك واها لريح الجنة إنا لنجد ريح الجنة دون شعبان إذن كذلك التوبة والاستغفار رمضان أعظم فتح فلنحضر نعم أيها المسلم وأيتها المسلمة فلنحضر حرمان هذا يعني الفتح وهذا الخير الكثير يعني من ذنوبنا كيفاش غد يدخل رمضان يعني واحد الصحيفة ديننا وهي مملوئة بدنوب من بعد نترجعوا الفتح من الله إذن نحططوا من الدنوب ديننا باش ما نتحرموش من هذا الفتح العظيم في رمضان كذلك الدعاء يعني من دبا من الآن نتعودوا على الدعاء واللزموا إن شاء الله الدعاء اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه إن شاء الله من الفائزين فلنغتنم فرصة الدعاء المستجاب بين كل آدان وإقامة كذلك الصلاة يعني نجادوا من الآن في تصحيح كذلك نصحيح صلاتنا فإنها إن صلحت صلح العمل كله إن شاء الله فيصلح رمضان كله بإذن الله كذلك التشويق لرمضان إذن نشوق النفس ديننا من الآن لرمضان ونتذكر توابه الهائل وأنه أكبر صفقة رابحة في حياتنا كذلك إصلاح القلوب إذن نجهز القلوب ديننا من الآن نجهز القلوب ديننا لكلمة إيمانا واحتسابا التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرق لقبول الصيام والقيام وليلة القدق بإذن الله وأخيرا الدعوة إلى الله آخر مرحلة هي الدعوة إلى الله عز وجل لأن يهدى واحد على يديك في هذا الشهر العظيم خير لك من الدنيا وما فيها إذن أيها الأحبة في الله ولو مرة واحدة في حياتنا إذن نستعدوا نستعدوا الإبليس قبل أن يستعد لنا ولو مرة واحدة يعني نبدأوا الاستعداد لفوز برمضان قبل أن يبدأ الإبليس لاستعداد لإضاعته علينا لأن سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر قواته إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته